يعني أنا كنت مصنف تصنيفين كده معلش أقولهم لك فيه زكر وفيه رجل ما الفرق بين الزكر والرجل طول الوقت بنتكلم في الزكر والرجل في الحلقات الزكر هو ممكن يبقى أي حيوان منه من إحنا بحانوات ناطقة هو ملف مختلف تماما عن الرجل الرجل هو رب الأسرة هو الحماية هو العطاء هو المحبة الغير مشروطة السند السند أنا بحس أن الرجل الحقيقي هو سند سند في كل حاجة زعلانة بتريمي في حضنه مبسوطة بجري عليه عشان أفرحه عندي مشكلة في شغلي فبيفكر معايا ينحل لها إزاي عندنا في البيت يعني السند سند في كل المواقف تعرف إزاي إنه سند ما هو بقى في المواقف اللي بتحصل هو المواقف الوقت الوقت اللي هي فترة اختبار الحب والعلاقة العاطفية يجب بتكون عند المرأة الوعي إنها تختار وأزمتنا كبيرة جدا إن إحنا مش أي اتنين اتقابلوا لازم يجوزوا لازم يتحبوا بعض ولازم فبنخش في فترة اختبار بنختبر فيها جودة الحب قوة ومتانة العلاقة التضحية الرجل ده أنا أعتقد إنه بيحتاج لازم من الأنثة أو المرأة إنها تاخد وقتها إنها إزاي تختار شريك حياتها فالنهار ده الانتقاء ده فن لو ما دخلتش في فن الانتقاء العاطفي مش الفن الانتقاء صح مش راح تقول ده اتنين متر وسبع متر وطوله وعرضه وعربيته وبيته لا خالص شخصيته هي هو ده الراجل هي اتعرفت عليه بمجموعة بالمجموعة مش الفيزيائية أو الشكل هل هو السند يعني هاقتبس منك حقيتي لما قلت سند فهاقتبس منك كلمة سند ها هو اللي هو السند هل هو الضار فلو اختارت بقلبها وبعقلها مع إنها تشوف جودة الرجل بالعطاء والحب أعتقد إنها يكون فيه علاقة حقيقية مش هتتقطع بسهولة